ظل شرق السودان عبر التاريخ المكان الذي يلجأوا إليه الأثيوبيون هربا من الحروب والنزاعات الداخلية وعقب اندلاع القتال بين الحكومة الأثيوبية وجهبت تحرير تيغري في نوفمبر الماضي تدفق اللاجئون الأثيوبيون بكثافة إلى ولاية القدارف خاصة الفارين من إقليم تيغري شمالي أثيوبيا ليصل عددهم إلى 78 ألف فيما تلاحظ ارتفاع عدد اللاجئين من قومية الأمهر مؤخرا في ظل الظروف الحالية والظروف الاقتصادية السودان استقبل هؤلاء اللاجئين في ظل هذه الظروف ويحتاج إلى الدعم الكبير من المجتمع الدولي حاصلت مناشدات من الحكومة الاتقالية ومن وزارة الداخلية كجيها مسؤولة من معتمدية اللاجئين والسعيدة المعتمد لكل المنظمات الدولية والمانحين والمفاوضات السامية لعطاء الدعم الكامل لهؤلاء اللاجئين السلطات السودانية ظلت منذ شهور تحذر من كارثة إنسانية نتيجة ضغط اللاجئين المتزايد على ولايتي القدارف وكسلة حيث تصطديف الولايتان أكبر معسكرات اللجوء الدائمة والمؤقتة وكرر السودان إطلاق نداءات للمجتمع الدولي للمساعدة في توفير الدعم الكافي لهؤلاء اللاجئين وينذر الوضع في المعسكرات بالخطر في ظل الترد الصحي وانتشار بعض الأمراض تدفقات لاجئين من غوميات مختلفة بالتأكيد هي واحدة من أهم وأكبر التحديات التي تواجه الحكومة السودانية ليس فقط استيعاب احتكاة اللاجئين في الإيواء والقزاء والكساء ولكن أيضا توفير الأمن وعدم احتكاكات بين هذه الجماعات التي تأتي من أثيوبيا فرارا من جحيم الحرب والصراع المسلح هناك هناك تحدي آخر هو تحدي صحي معلوم بأنه هناك انتشار كثير من الأوبيا تدفقات اللاجئين الإيثيوبيين تتزايد كلما زادت حدة الصراع الإيثيوبي الداخلية فيما لا يواكب المجتمع الدولي هذه التدفقات بالدعم اللازم الذي يعين السودان على تلبية احتياجاتهم سيهام سعيد قناة الغد الخرطوم